الاقتصاد الأكبر في العالم هو الولايات المتحدة الأمريكية وصلت نسب البطالة فيه إلى نسب كبيرة تقدم أرقام تجاوزة العشرين مليون ثم تراجعت إلى أربعتاشر مليون لإعانة البطالة هل هناك أرقام تقريبية؟ هل لديكم أرقام تقريبية عن الوضع المصري أو عن الوضع الإقليمي؟ خصوصاً أنه لدينا أرقام من وزارة التخطيط المصرية تتحدث عن إما انخفاض في معدلات البطالة أو على الأقل حتى ثبتها في اللحظة الرهنة ورغم صعوبة تحدي كوفيد-19 هل لديكم أرقام تقريبية عن نسب البطالة في مصر أو في منطقتنا من إفريقيا؟ خاصة أنه أرقام تزايدت بشكل كبير على مستوى الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا؟ الأزمة لا تزاد موجودة وكما ذكرت فقد أثرت في الولايات المتحدة وفي بلدان كثيرة زادت عداد الحالات فيها كثيراً وقد أثرت تأثيراً اجتماعياً لا يمكن قياسه الآن ولكن ما قمت به من نظمة العمل هو قياس الفقدان في عدد ساعات العمل خلال الربع السنة الأخير وهذا يعني لأن عدد ساعات العمل يعكس الافتقاد إلى الوظائف أو فقدان الوظائف وقد قمنا بذلك في الكثير من البلدان أوروبية حتى في بلد فرنسا وقمنا باستقصاء الأيليات المختلفة المتبعة في البلدان المختلفة في بداية الأزمة قدرنا أنه سوف يكون هناك 25 مليون شخص قد فقد عمله ولكن قد تأثرت هذه البطلة توزعت بين البلدان الغانية والفقيرة بطريقة مختلفة في الولايات المتحدة مثلا قد زادت معدل البطالة وقد يصعب التحقق من الأرقام بشكل دقيق ولكن الأكيد هو أن التأثير الاجتماعي سوف يكون كبيرا للغاية على كل البلدان بدون أي استثناء هل لديكم معلومات محددة عن الفئات الأكثر تضرورا على المستوى الاجتماعي يعني فرص العمل بالنسبة للنساء عمالة الأطفال كيف تأثرت خلال هذه الفترة؟ وماذا تفعلونك منظمة العمل الدولية في مساعدة الدول التي تعملون فيها لمواجهة هذه الأمور؟ هناك حالات عدم المساعدة كانت موجودة قبل الأزمة وقد زادت بسبب الأزمة وخاصة للمجموعات الخاصة مثل المرأة لذلك فنحن نحاول أن نقوم بأنشطة ونشجع الابتكار ونتوصل إلى نظم جديدة للتدريب مثلا المجلس قومي للمرأة يعمل مع UN Women على برنامج مخصص للمرأة لتعزيز فرص العمل لها ونقوم بتوفير الفرص التدريب وقد قمنا بذلك في العديد من المحافظات في سيوى وفي الأسكندرية وفي جيزا وذلك لإفادة الكثير من المستفيدات وكذلك فقد قمنا بتوفير تدريبات على الإنترنت وذلك كجزء من هدفنا في رقمنة كل أدوات التدريب وقد أفادت هذه البرامج الكثير من المشاركين وكذلك فقد قمنا بتقييم التأثيرات على الأنشطة المديرة للدخل في العديد من المحافظات بما في ذلك في أسوان وذلك بأتعاون مع المجلس القومي للمرأة وكذلك قمنا بدراسة التأثير على سلاسل القيمة بوجه عام لذلك فكذلك أردنا أن نعرف الإحصاءات الخاصة بالعنف ضد المرأة وقد ساعدنا مجلس قوم المرأة كثيرا في تعرف على هذه الإحصاءات ومعرفة القضايا والتأثيرات الخاصة بالمرأة وقد تعاوننا معهم في زيادة الوعي بخطورة ظاهرة العنف ضد المرأة كذلك ونأمل أن مصر سوف تحقق نتائج جيدة في هذه المجلات جميعها